يقول السائل هل يجب على الرجل القادر مادياً أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج وإذا لم يفعل فهل يأثم؟ لا يجب على الزوج ولو كان غنياً نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطاً عليه في العقد النكاح فيجب عليه الوفاء به وذلك لأن حج المرأة ليس من الإفاق عليها حتى نقول إنه كما تجب ونفق قطواء يجب عليه أن ينفق عليها في الحج والزوجة في هذه الحال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس عليها حج لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وكذلك جاءت الحديث الصحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الاستطاع ومن ليس عنده مال لا يستطيع فللاستقر ذهن أولئك الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به لأنه ليس عليهم حج كما أن الفقير ليس عليه ذكاة ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه لأنه يعلم حاله أنه فقير فكذلك ينبغي في من لا يستطيع الحج أن لا يندم وأن لا يتأثر لأنه ليس عليه حج أصلا ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثر كثيرا إذا لم يقتد على الحج يظن أنه أهمل فرضا عليه فأقول استقر اطمئن لا فرض عليك أنت ومن أدى الحج سواع عند الله عز وجل لأنك أنت معذور ليس عليك جناح وذلك مفروض عليها أن يحج فقام ذلك بالحج نعم من عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا نعم